اه طيب. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي. انا احمد شيطو. لسبب كده او لاخر انت ممكن تحتاج انك تستخدم برنامج الفي بي ان. انا عن نفسي واحد يعني ما بقدرش اتعايش كده من غير برامج الفي بي ان. سواء عندي على او حتى عندي على الموبايل. طبعا البرامج دي يا جماعة في منها اشكال والوان وكتير جدا. بس يعني اشهرهم واميازهم بصراحة برنامج طبعا اسمه بسفن. طبعا هو البرنامج ده موجود ليه الكمبيوتر وسبق انا كنت عملت عنه حلقة. هتزال لكم في الايل الفوق دي وده طبعا السابنيل بتاعها. وموجود برضك النهاردة للموبايل. طيب ايه المشكلة بقى مشيته? المشكلة يا جماعة ان البرنامج ده ما بقاش شغال عندنا في مصر. طبعا ما عاش بقى في يعني بقية البلد الخليج او العرب او كده. شغال ولا مش شغال. يعني مسلا انت طبعا لو جد دخلت على البرنامج البرنامج طبعا بالمناسبة يا جماعة هو مجاني على اه جوجل تنزلوا بشكل مجاني عادي خالص. انت موجود ما هتبتح البرنامج كده واتنزله. وهديك تحت كده دقات لنا تقول له. اه لو ناخد بالنا يا جماعة هو فوق هو بيقول لك خلاص ان يعني اللي هو بسفن انك توصل لي اه بسفن او انك تستخدمه يعني اللي هو المنطقة بتاعتك خلاص الكلام ده يعني ما خلاص ما بقاش متاح او ما بقاش مجاني عندك في مصر. اه وهو متاح او مجاني في بلاد تانية يعني. فطبعا للاسف دي مشكلة كبيرة جدا فالنهاردة ان شاء الله انا طالع معكم اواريكم ازاي نحلل مشكلة بسفن دي وازاي كده بخطوات بسيط او هي خطة واحدة بس ما تلاقوش يعني خطة واحدة بس بسيطة ان شاء الله ازاي هنشغل بها بسفن في مصر بطريقة عادية جدا. فتابع معي الشرح. اه طبعا يا جماعة واهلا بكم مرة تانية. زي ما كنتم بقول لكم كده قبل الانترو يعني ان انت لما ديجي تشغل البرنامج خلاص ايه دي بس الاختار الموجودة قدامك انك تامل يعني ان انت تشتري البرنامج او تدفع فلوس او تامل مسلا وبالتالي انت كده خلاص فصلت استخدام البرنامج. طيب يا عام الشيط رحيل المشكلة دي ازاي بص انت لما ديجي ضغط تاني كده هتاخد بالك كده هتلاحز انه جايب لك هنا ايه بيقولك ان هو في برنامج اسمه اللي هو ده بيقول لك نزوله من على جوجل بلايه وحطت لك تحت الرابط بتاعه اضغط هنا كده عليه هيحولك عطول على الصفحة بتاعته طبعا لو ده اخب بالنا برضو هو برنامج مجاني واخد تقييم عالي جدا اربعة وخمسة من عشرة طيب هننزل البرنامج برنامج مساحة وعشرين ميجابايت كلام فاضي يعني طيب كده خلاص البرنامج نزل معنا هنقول له هنا كده وبصراحة انا اكتر حاجة عباني في البرنامج ده غير نوعي بيشغل الانتر بتاع او الدخلة بتاعته يعني طبعا يدلو كل الصلاحيات دي عادي خالص طبعا ده بس في اول مرة بس هتقول له قال له بص يا جماعة شايفيني الدخلة دي انا بحبها قوي اللي هو تحس كده ان في كده في الموضوع المهم بكل بساطة ومنطقة البساطة هتلغط على الكرة دي او دي اضغط لها دغطة واحدة كده بس كده خلاص بيقول لك اهو اللي هو شغال طيب هنطلع منه وهنيجي نفتح تاني وهنقول له هنا اهو الجديد يا جماعة خلاص ان كده خلاص بيسفن اشتغل معانا طبعا ادام حولك على الصفحة دي كده اشتغل معانا برضو كزاية التأكيد تعال هنا هو ابتاح بيسفن خلاص هو شغال معانا هو ما اشبه بيجيب رسالة لها بتاعت او كده وطبعا ان تشغاله عادي وكل حاجة لو فتحنا مسلا اليوتيوب او حاجة اهو طبعا ان تشغاله وكل حاجة تمام طيب فيه بس يا جماعة اه ملحوظة مهمة عايز اقول لكم عليها الملحوظة دي بتقول ان الكلام ده يا جماعة بينطبق على اللي هو بمعنى ايه بسفن ده يا جماعة موجود منه نسخ مكرقة او نسخ متحكرة الفرق بينها وبين بص يا جماعة هم اللي اتنين المفروض ان هم اشتغلوا معك عادي جدا بس الفكرة كلها ان النسخة المتكركة ديت هي معمول لها كده زي تحكير عشان تاخد او تاخد اقصى سرعة هو طبعا البرنمج زي ما احنا اخدين بالنا هو بس يعني السرعة فيه بتبقى انما النسخة المتكركة بتبقى اواخد فيها يعني زي ايه اقصى سرعة فالبرنامج اللي هو البسفن المتكرك ده او المتخرقر مش هيشتغل معاك لوحده ولا حتى هيشتغل معاك بعد ما تنزل البرنامج اللي هو اسمه اه كوندوت ده هو بك في الحالتين مش هيشتغل فنصيحة نزل النسخة الفري وبرده يعني اعز اقول لكم بعد خبرة او يعني بعد سنين من استخدام بناء البسفن صدقوني جماعة الموضوع مش فارق قوي من نسخة الفري من النسخة المتخكرة السرعة مش اللي انت متخيلها يعني مش مسلا السرعة هنا واحد ميجا وايت وهنا مسلا عشرة ميجا وايت ولا حاجة لانا شايف ان النسخة الفري كافية ووفية جدا وهتقدم لك اللي انت محتاجه بصراحة فباشا نبدأ كنشرح من نهاردة حاجة اخيرة برضو كعايز اقول لكم لو انتو اصلا مش فاهمين او مش عارفين اصلا ايه هو وانا ليه اصلا ممكن اضطل فيهم الايام ان انا استخدم او محتاجه في ايه او استخداماته في ايه او انت عام يشوته في اول حلقة وبتقول لنا ان انت ما بداش تستغنى عنه بتشتغل بيه عندك على وعندك على طب ليه يعني ايه الفرق بينه او ايه استخدامه اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لكم حلقة مخصوص اشرح لكم فيها ايه هو ده اصلا واستخدماته ايه وفوائده ايه واضره ايه والكلام ده كله يعني فباش شباب كالعاد يعني لو الحلقة اجابتك واستفدت مني حاجة ما تبخلش عليها بلايك كومنت جيميل ازاك كده اشترك في القناة وانت مش مشترك وفوائده ايه جديده نزل له جينك باشعار وكالعادة لازهر قدامكم حالا دي دي قناة التليجرام انا بلازل هناك فيديوهات وحاجات كده مبعبش نزل هنا على اليوتيوب عشان سياسات المخالفة والكلام ده يعني هسيب لكم طبعا لينك القناة فيه سندو الوصف اتمنى طبعا انتم انضموا للقناة وبس كده يا شباب سلام